أهلا بكم من جديد نسلط الضوء الآن على إنجاز جديد للرياضة الأردنية وتحديدا في لعبة الشطرنج بتتويج البطلة الأردنية بشرة الشعيبي بذهبية أولمبياد الشطرنج العالمي لمع الذهب من جديد في رياضة الشطرنج فجاءت بشرة بالبشرة السارة بتتويجها بذهبية أولمبياد الشطرنج العالمي التي أقيمت في مدينة باتومي الجورجية بمشاركة 184 دولة وتمكنت بشرة الشعيبي من إحراز الميدالية الذهبية بعد تحقيقها العلامة الكاملة بثمان نقاط من ثمان انتصارات متتالية في حين حلت الروسية أولغا جاريا بالمركز الثاني والأمريكية جينيفر يو بالمركز الثالث وتعتبر هذه الميدالية الأولى التي يحققها الأردن في أولمبياد الشطرنج العالمي والذي يستقطب أبطال العالم حيث سبق وأن أحرز المدرب الوطني سامي السفريني الميدالية الفضية عام 2016 وتعد بشرة من النجوم المميزين في رياضة الشطرنج وحققت العديد من الميداليات على الصعيد المحلي والعربي وتطمح للقب الأساتذة في المستقبل القريب وللحديث أكثر تنضم إلينا بشرة الشعيبي البطلة الأردنية على مستوى العالم للعبة الشطرنج هنا في ستيديوهات المملكة مساء الخير بشرة ومرحبا بك نبارك هذا الإنجاز لبشرة على المستوى الشخصي ولرياضة الشطرنج الأردنية بشكل عام أول شي مساء النور والله يبارك فيك مبروك للأردن ولقائد الأردن ولكل نشمي ونشمية في الأردن بداية بحب أعرف بحالي أكتر أنا بشرة الشعيبي بطلة مملكة ولعبة منتخب لعدة سنوات قبل هذه البطولة سنتحدث سنتحدث عن المشوار الحافل ولكن أدى بالحديث عن بطولة الأولمبياد العالمي للشطرنج هناك سؤال مطروح بقوة هي نفسها بطولة العالم أم هي بطولة أكبر منفصلة نفسر أكثر للمشاهد عن ما هي البطولة ذاتها الأولمبياد العالمي للشطرنج هي إحدى بطولات العالم هي سميت بأولمبياد لأنها تضم كل دول العالم في هذه البطولة نعم وتخضع بطبيعة الحال الاتحاد الدولي للعبة أكيد في هذه البطولة أنت حققت العلامة الكاملة في ثمانية انتصارات في ثماني مباريات مشوار كان لم يكن بالسهل واجهت فيه أبطال أصحاب خبرة حدثينا أكثر عن هذه التجربة كان الطريقي كثير صعب كان مليء بالعثرات كان مليء بالتحضير قبل البطولة وخلال البطولة بالسهل طبعا هو مكان مجهود شخصي أنا والمدرب يوميا مدرب يسام السفريني بوجهه ألف تحية وهو مناسبة عنده ميدالية على المستوى الفضية هو في الأولمبياد الماضي لقد أحرز الميدالية الفضية في هذا الأولمبياد وكان أيضا هي كانت أول إنجاز للشطرنج في الأولمبياد هذه الميدالية الفضية هلأ أنا ثاني إنجاز وأول ذهبية نعم الحديث الآن عن خطوات المقبلة لبشرة بما أنه الآن الحلم بدأ يكبر تدريجيا أيضا التحدي الضغوط تزداد لأن الضغوط يترافق مع الإنجازات يصاحب يرافق الإنجازات ويصاحبها ماذا عن المقبل بالنسبة لبشرة الآن هلأ أكيد أنا دائما بحكي الأصعب من الوصول للقمة المحافظة عليها فأنا بطمح في البطولات الجاية أني أحافظ على هذا المستوى اللي وصلت له أنه يكون في إيدي في كل أولمبياد مكان بين عمالقة اللعبة اللي إحنا ما كنا متخيلين أنه بيوم إحنا نوصلهم وكان هذا الإشي أشبه بكلمة مستحيل شطرنجيا في اتحادنا فلا هيك في الأولمبيادات الجاية أنا بطمح أني أحافظ على المكان اللي وصلت له وبطمح أني أوصل البطولات العالمية الأخرى اللي أنا لسه ما وصلت لها وأني أحقق فيها دهبيات لأنه خلاص بطل في بقاموسي أنا كلمة مستحيل نعم طب نفسر أكثر بالتحديد متى سيكون في بطولات عالمية وأين يعني زمان ومكان أكيد أنا في الشهر المقبل إن شاء الله رح يكون في عندي بطولة العرب التي تقام في الإمارات ومن خلال هذه البطولة أنا إن شاء الله رح أتأهل لبطولة العالم فهلأ يعني إحنا عم نستعد وبنتدرب وبنتجهز أنت على مستوى بطولات العرب كان عندك مراكز متقدمة أيضا في الأردن في السودان وفي بطولة الشارقة أيضا أنا من عام 2011 لغاية اليوم وأنا كل عام في إلي مداليات ملونة على مستوى الوطني العربي من ذهبية إلى فضية إلى برونزية عندي ذهبيات مجموعة ذهبيات في 2011 و2013 و2016 و2017 كمان بعد هذه التجارب الكثيرة والخبرات المنوعة والممزوجة دعنا نقول بين محلية وعربية وآسيوية وقارية اليوم كيف تقيم بشرة وضع لعبة الشطرنج في الأردن؟ ما الذي ينقصها في داخل البلد كرياضة بشكل عام؟ صلنا للسؤال الصعب هلأ هي لعبة الشطرنج لعبة غنية جدا بلاعبينها وفقيرة في الدعم أو بالموارد الموجودة الشطرنجيا إحنا كاتحاد إتحادنا يدعمنا بكل مواطية من قوة بس بالنهاية إحنا كاتحاد إحنا غير مدعومين نفسر أكثر الدعم هل هو مادي أم على مستوى لوجستي أم نفسر أكثر طبيعة الدعم المقصوصين؟ لعبة الشطرنج هي أكيد لعبة بحاجة لدعم مادي لأنه هي بحاجة دائما لمعسكرات لبطولات خارجية ومشاركات لأنه عكس ما هو متعارف عليه الشطرنج هي مش فقط بس لعبة ذكاء هي شطرنج لعبة دراسة هي علم كامل وهي لعبة كمان أيضا ممارسة وتدريب فلازم يجتمعوا هدول الأربع عوامل عشان يصير فيه إنجازات يعني أنا الأشخاص اللي كنت أتباره معهم هم أشخاص في إلهم من سنين دائما مشاركات على مستوى واسع في الدول العالمية والبطولات العالمية طبعا وأكيد فيه معسكرات خارجية وإلى آخرين طبعا البطولات التي يقيمها الاتحاد الشطرنج هل هي كافية لتحسين مستوى اللاعب أو اللاعبة؟ أنا بعتبر أنه المستوى مش كافي لإلهم البطولات مثل ما حكيت لك هي مجموعة عوامل لازم تجتمع لحتى أنه يتحسن المستوى هل إحنا كلاعبين في الأردن في عنا عدد كبير من اللاعبين اللي أنا بشوف لهم مستقبل على المنصات الأولمبية مثل ما أنا حقق الدهبية هم كمان بإمكانهم أن يحققوا بس هم أيضا كمان بحاجة للدعم فإحنا مثل ما حكيت لك إحنا اتحادنا بدعمنا بكل موقع دية من قوة ولكن دائما بيضل فيه أنه عدد لعبين كتير كبير وبحاجة لدعم كتير كبير أكبر من الإشي اللي هو موجود طبعا ذكر الدعم نود أن نظهر للمشاهد الميدالية الذهبية التي أحرزتها أكيد البطلة بشراء الشعيبي في بطولة الأمبياد العالم للشطرنج هي ممكن ترفع إيدك لو سمحتين نعم الآن واضحة هيك تمام هيك تمام طبعا أنا كل فخر وأنا برفع للميدالية هيك كلنا وهذا الحال لأي أردني فخور بإنجاز يتحقق لأي أردني أو أردنية في المحافل سواء كانت الخارجية العالمية وحتى المحلية نعود بالحديث على مستوى الدعم للاعبين نتحدث عن موضوع الدعم للاعبي أشطرنج هل مثلا هناك مطالبات بأنه يكون وجود لاتحاد أشطرنج لاعبين سواء بمركز منفصل أو لمركز التحضير الأولمبي التي أقامتها اللجنة الأولمبية مركز الإعداد الأولمبي تحديدا هناك سبب واضح لأنه لا يوجد مكان في المركز التحضيري الأولمبي كلعبة شطرنج لأنه ليس من ضمن الألعاب الأولمبية للرياضات والاتحادات الأخرى الأولمبياد الشطرنجي منفصل عن هذه الأولمبياد لسبب أن أولمبيادنا هو عدد كبير من اللاعبين كل عدد الأولمبيادات الأخرى 4000 لاعب ولاعبة لكنها بالنهاية رياضة تستحق الدعم والعناية لسيما أنه لدينا أبطال يحققوا ميدالية ذهبية على مستوى العالم وغير أنه هي فقط رياضة هي رياضة شعبية موجودة في كل بيت أردني يعني أنا بعرف كل بيت أردني لازم يكون فيه أشخاص بيعرفه ويلعبوا هاي اللعبة وهي لعبة بعيدا عن الألعاب القتالية هي لعبة ذهنية لعبة التفكير تنمي التفكير تحسن مستوى التفكير صحيح طب اليوم نتحدث عن بعد كل هذه التجارب تقييمك لوضع اللعبة محليا هلأ يعني من خلال الإنجازات الأخيرة للعبة الشطرنج واضح جدا أنه فيه تقدم كتير مبين في يعني بمسيرة اتحادنا الشطرنجي نعم واللعبين اللي عم تطلع كتير أضعاف زمان يعني في عنا خامل ممتاز للاعبيننا وفي عنا كمان مدربين جدا أقوية في لعبة الشطرنج بس بنرجع بنحكي هي لعبة محتاجة دعم لعبة الشطرنج لحتى أنه نحقق فيها إنجازات أكثر نفسر أكثر بالدعم هل هو بجرد فقط مشاركات ومعسكرات خارجية نتحدث بوضوح هذه مساحة متاحة لديك الآن تفضلي هلا أنا كلاعبة ما كنت أحلم بيوم من الأيام أني أحقق ميدالية ذهبية أولمبية كان أشبه بالحلم طبعا ومعي الشغل والتحضير والتعب أنا طمحت لهذا الإشباني وبين نفسي وما كنت أحكي لأن الناس كانت تضحك علي إحنا ما وصلنا حتى الدول العربية هذه نقطة أنا ما ذكرتها ولا دولة عربية سيدات حققوا أي مدالية في الأولمبياد إذن أنت أول فتاة عربية ليس فقط أردنية بل هو أيضا عربية تحقق ميدالية وذهبية وليست أي ميدالية على مستوى الأولمبياد الشطرنج العالمي فهذا الإشي خلاني أني أحلم في بطولة العالم البطولة القادمة التي ستكون خلال السنة الجاي سأتأهل لها من خلال بطولة في شهر 11 هذا الإشي يجعلني أني أطمح أني أنا هلأ تصير كل حياتي شطرنج تصير كل توجهي خلاص أنا عارفة من مستقبلي نعم نعم طب الرسالة سؤالي الأخير لك بشرة الرسالة التي توجهيها للاعبي ولاعبات الشطرنج في البلد بعد أن حققتي هذا الإنجاز ماذا تقول لهم؟ لا يوجد هناك مستحيل كل لاعب ولاعبة يطمح يحلم كلنا في إلنا مكان على هذه المنصات الأولمبية ونقدر أن نوصل لها بالتعب والجهد والشغل نعم البطلة الأولمبية المتوجة بالأولمبياد العالمي ليش طرنج الأردنية بشرة الشعيبي شكرا جزيلا لك أشكرك جزيلا شكرا لك أشكرك كل التوفيق في المحافل القادمة بشكل سريع جدا لو سمحت فقط أشكر سمو الأمير محمد رعي الحركة الشطرنجية ورئيس الاتحاد والمهندس نوافر شادات ومدرب سام السفرين شكرا جزيلا لكم على استضافتكم الجميلة شكرا جزيلا لك كل الدعم والتوفيق في الاستحقاقات القادمة